مشاهدينا رح نبدأ مشوارنا الصباحي مع الفقرة الاجتماعية ورح نتعرف على مصطلح الأبراكسيا يمكن يكون مصطلح غريب عند البعض لكن اليوم رح نبسطه ونقول أنه حالة عصبية بتسبب صعوبة بنطق الكلمات المقاطع والأصوات على الرغم من أن العضلات ممكن تكون طبيعية إلا أن الأعراض ممكن تختلف من الشخص للتاني حسب شدة الحالة وعلى الرغم من نظرة حدوث هذه الحالات إلا أنه ممكن نشوفها موجودة عند الكبار والصغار لأسباب عديدة رح نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو اختصاصية التربوية خانسة البدوي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك خانسة أول شي بدي بارك لك على شغلتين عقد عملك بالجامعة البريطانية إن شاء الله ألف مبروك وعلى كمان زواجك إن شاء الله ألف مبروك خطوبة موزوك إن شاء الله ألف مبروك خطوبتك خانسة الأبراكسيا اليوم هي حالة غير مفهومة كتير ممكن يستغربة أو حتى الشخصية اللي صايرة معه ما يفهمها هي حالة غير مفهومة لا أدائية فكرية أدائية تمام؟ خلينا نتعرف عليها بشكل مبسط أكتر للمشاهدين ونعرفها اليوم نحنا بس نقول لأبراكسيا معناتها أنا عم خص اللفظ بشكل عام لأنه كتار الأشخاص بس يسمعوا بالأبراكسيا أنت يعني شو بتقصدي فنحنا مشان نوضح المفهوم هي شيء خاص بمفهوم اللفظ واللغة طبعا هي تعتبر من أصعب الأنواعي اللي بتصيب للأترابات اللغوية والنطقية وأكثرها ندرة هي نادرة جدا نادرة الحدوث هلا هي تعتبر كمان متل ما بيقولوا إنه أنا إذا بدي يدخل بمضمون إنه أنا أعالج حدا عنده أبراكسيا معناتها أنا عم بتحدى فهي تحدي للاختصاصي تحدي لأولياء الأمور تحدي للطفل أنه يطلعوا من الحالة لأنه أنا أنا وقت بقول أبراكسيا معناتها أنا عندي أتراب بالبرمجة اللفظية اللغوية للنطق والأصوات فأنا العالية اللغوية عندي سليمة مئة بالمئة ولكن عندي مشكلة بأنه أنا ما عم بقدر بحكي صح أو ما عم بقدر بتلفظ الكلام معناتها أنا عندي المشكلة بتكون هي بالإطار طبعا اللسان الشفاء أنه أنا المضمون طبعا النطق سليم مئة بالمئة ولكن ما عندي قدرة على التحكم فيه أو ما لي قادر على التحكم فيه هاي فينا نقول عنها اللا أدائية؟ طبعا هي اللا أدائية تمام يعني أستاذي خنساء بعد ما تعرفنا من حضرتك على مفهوم الأبراكسيا خلينا هيك ندخل بالأعراض يعني ذكرنا بالمقدمة أنه الأعراض ممكن تختلف في اليوم ممكن تتأخر لحتى تظهر أو ممكن نعاني لحتى نلاحظها خلينا نوضح حاليا الأعراض أو العلامات ممكن تظهر عند الكبار والصغار نفس الشيء؟ هلأ أنا عندي نوعين للأبراكسيا عندي الأبراكسيا النمائية اللي هي بتصيب الأطفال غالبا وتكون هي يعني ما في سبب لو وجود المشكلة أو ما بعرف شو هو الخلل بيكون الخلل تبعا غير ظاهر طبعا أكيد أي خلل بتعلق باللغة معناتها هو متعلق بالدماء النقطة الثانية للأبراكسيا أو النمط الثاني هو الأبراكسيا المكتسبة طبعا هاي النوع من الأبراكسيا بيسيب الأشخاص الكبار طبعا هون معناتها رحت أنا لجلطة دماغية لشيء بخص الدماغ إصابة للدماغ أحيانا نزيف بالدماغ نزيف بالرأس أو نزيف داخلي بشكل عام بجسم فورا بيسيب المسؤول طبعا وطبعا بيصير عندي أبراكسيا طبعا هون النمطين أنا وقت بقول نمائي معناتها طفولي وقت بقول مكتسب معناتها بروح للأطفال والكبار هلأ الأعراض اللي ممكن شوفها هي مثل ما أقول دائما أعراض شائعة وكتيرة بس ممكن ننمطها ونجمدها ببعض الأعراض بأنه أنا بيكون عند الطفل في عندهم مشاكل بالكلام أنه أنا ما بقدر بستخدم الكلام بشكل صحيح وسريع يعني أنا اليوم وقت اللي بتقليلي أنه كرر هي الكلمة ممكن نضيف لأ بعض الأحرف مثل مثلا إذا بدي يقول خل ممكن نكرر حرف اللام بكلمة خل يعني خل يعني زود لامات أو حرف الخاء زود أحرف أو ممكن ينقص أحرف كمان طبعا ممكن يكرر الحرف أو ينقص ولكن من شوفها بالغالبية العظمى عند الأشخاص أنه أنا بصير بزيد أحرف أكتر من ما نقص أحرف ممكن تلاقيني أنا بنطق كل الأحرف بشكل صحيح وسليم ما عندي أي مشكلة بينطق حرف ولكن أثناء تكوين الكلام أو الجملة ما عدت بقدر بطلع الأحرف هي مثل ما حكينا أنه أنا الدماغ طبعي ما عم يساعدني على استخدام الشفاء واللسان بشكل صحيح هلأ في عندي كمان بصير مشاكل بالبلع بالشرب الماء أو المشروبات الأطراف بتأثر شيئا بصير فيها شيئا الأطراف بصير عندي أحيانا خدر فيها وأنا ما عدت بقدر بتصرف فيها بشكل أدائي صحيح يعني فجأة بتحسي الأطراف تبعك نملت أو وقفت أو أنت يعني القدرة تبعك ما عدت أسعفتك أنه أنت تستخدميها أنت كشخص بدي حرك إدي اليمين أنا ما عدت أعرف شو بدي حرك هلأ ممكن تطول الحالة مع الشخص؟ هلأ هي بترجع من شخص لشخص وقتل بقول الأبركاسية النمائية معلاتها ممكن تكون عند لغالبا عند أطفال التوحد أو المتلازم فهذه الأطفال أنت مع العلاج الطويل معهم أو مع الحضور الدائم بجلسات النطق أنت عم تخليها شوي شوي تخف يعني منوصل لمرحلة 85% أنه هي ما عدت متواجدة عند الطفل ولكن بيبقى الـ 15% أنه أنا لازم دائما متناوب معه بالأداء لازم دائما عم راقبه لازم دائما عم بعطيه الجلسات تبعه الصحيحة لحتى أبقى متمايز معه بنوعية الكلام أما إذا كان الموضوع رحنا لا شق أنه عنده صار خلال أو نزيف أو كذا أو ضربة على الرأس معناتها هون رحت بنموذج تاني للعلاج ضربة على الرأس ممكن سبب أبركاسية؟ أحيانا حتى ضربات الشمس اللي كتير نحنا منحذر منها ومنقول أنه ضربة الشمس بتأثر على الدماء والأشخاص ما بيأخذوها بالاعتبار ممكن تأثر كتير على آلية الكلام خلينا نروح لموضوع العلاج شو الآليات المتبعة اليوم لحتى نحن نتخلص من هي المشكلة؟ هلأ بالتناوب دائما مثل ما بيقول مع دكاترة الأعصاب اللي هي بتكون عم تتناول الحالة بمنظومة العلاج الدوائي بيجي دور هون جلسات العلاجية اللي أنا بتكون مرفقة هي جلسات ممكن ببطاقات علاجية مفردات تتكرر نوعية الجمل اللي ممكن أنا ساعده فيها الأداء العائدي يعني اليوم أنا إيدي لحالة ما ممكن تشتغل مع المريض لأنه دائما منقول الساعة ونصف ساعة العلاجية أمام 24 أو 23 ساعة بالبيت هي ولا شيء تؤتبع فدائما الأداء الصحيح من قبل الأهالي أو من قبل أهل المريض الجلسات اللي نحن نتناول معه أو العلاج اللي دائما منتناوله هي عبارة عن تكرار مرادفات ومفردات نيحاته بشكل دائم وجهه للتنويع الصحيح تبعه أنه اليوم أنت هاي الآلة اللي موجودة قدامك لأنه أفترض هي آلة حديدية مصنفة من 1-2-3 معمولة من كذا فهو ممكن يكرره أول مرة بشكل جدا عشبائي ما يعرف شو وعم يحكي بالمرة الثانية الثالثة الرابعة هيك لنوصل لنمط معين ليقدر يكرر معي النوعية الصحيحة لجمل والأداب ذكرتي أستاذي خنساء سببين أن الضربة ممكن تأثير وكمان ضربة الشمس خلينا نتعرف كمان هالأسباب أكتر وواضحة تكون أكتر يعني من خلال أنه تصير عند الشخص أنه مكتسبة أو تكون عنده وراثية من خلقته خلينا نتعرف ذكرتي شيء أنها كنت بدي أذكره هي جين أحيانا ممكن الجين هو بيجي مكتسب للأبركات يعني أنا من الجين أخذها من الوراثة الخلقية الليلية أنه أنا أخذ جين الأبركاتية يعني شان هيك بخلق عندي أبركاتية وعندي مشاكل بالكلام ولكن وقت اللي بقول أنه ضربة رأس أو ضربة شمس المكتسبة كيف بتصير غير منخلعة ضربة؟ بشكل عام أنا وقت اللي بأخذ ضربة على الرأس أو كذا أنا دغري عم بيصير عندي خلل بآلية الدماغ أو أنا عم بعرض الدماغ لشيء هو ما له متعرض له لأنه نحنا دائما منقول أنه الرأس هو المحتوى الضقبي بجسد الإنسان وهو يعني بكون نحنا من الرعي بشكل كتير كبير وقت اللي بنشوف طفل واقع على الأرض على رأس وبتلاقي الكل بصير بحالة هلع أنه نزيف كذا صور إلى آخره بس حتى أتأكد أنه آلية الرأس عنده سليمة ولكن الأبركاتية ما منقول نحنا دائما أنه بعد الضربة أنا رح أشوفها لا هي مع الوقت مع مرور وقت معين ممكن نشوفها وقت منرجع للبرنامج يلي بصير عنده الطفل أولى خليني أقول لدراسة الحالة طبع الطفل هون بتأكد أنه الطفل تعرض لضربة سابقة أو هجوم مثلا على الرأس ممكن أحيانا ضربة عصى أحيانا ضربة أهل نحنا كثير من نأكد أنه ضرب الرأس كثير صعب أحيانا بحائط ممكن الطفل يستضيم حادث السيارة هي بتأثر عليها ويمكن أنه المستلح غريب تلاقي حتى لو كان في ضربة أوقع عند الطفل يعني الأهالي ما رح يعرفوا أنه هذا الطفل يصال معه أبراكاسيا طيب خلينا نرجع شوي لموضوع العلاج ذكرنا عن أهمية وجود الأخصائي طيب ممكن نحنا نعالج عن طريق الأدوية ممكن نلاقي نتائج الأدوية شيء لابد منه ولكن دائما نحنا نقول العلاج ذو بنتين أنا اليوم إذا بعالج دوائي بدون وجود اختصاصي عام لمارس الحالة مع الطفل ما رح أطلقى أي فائدة يعني الفائدة ما رح تكون حتى واحد بالمية أنا بكون عم ساعده لحتى تخليه الآلية عم تتفعل بشكل صحيح معه أو عم ساعده لحتى تخفف من الحدة ولكن بدون وجود اختصاصي نطق ولغة يساعد الطفل على تجاوز حالة صعبة كثير فمثل ما قلنا العلاج بيكون بتبنيت جلسات علاجية للطفل كم جلسة دكتور؟ هنحنا قلنا من البداية أنه هي نادرة الحدوث وصعب الخروج منها يعني نحنا بكون تحدي للاختصاصي حكينا أنه هو يطلع طفل من حالة الأبريك يعني ما في وقت محدد؟ لا طبعا نحنا دائما بنقول ممكن الطفل أو الكبير يفاجئنا أثناء العلاج في أشخاص كثير التلقي العلاجي تبعهم هائل النموذج العلاجي بتلاقيه ممتع تحسين متلقي للعلاج بشكل كثير حلو ترجع للحالة النفسية للمريض أنه أنا كيف ممكن نكون داعم لذاتي ونفسي وللمحيط أكيد طيب لنفترد طفل الخلاء وعنده بالجينات أبراكسيا وهو مهيئ لحتى تظهر عليه الأعراض بشكل مفاجئ هون بتكون هاي الأعراض صامتة قبل ما تظهر بتكون موجودة ولا فجأة خلاص بس ينصاب فيها تظهر فورا هون إحنا إلنا وراثة ومتل إذا إلنا إحنا اليوم إنه أنا مفاصلة عم سوجاني فمن الوراثة أكيد ولكن ما بيظهر مباشرة وجه المفاصلة في أعراض صامتة طبعا فأنا بالبداية كالطفل ممكن اتلفظ ماما بابا دادا مم يشرب كذا إلى آخر هاي المفردات المنشوفة عند الأطفال العاديين ولكن بعمر السنتين ونص ثلاثة ببلش بلاقي الفاقد عند الطفل بعمر الأربعة سنين ما عطي يعرف إنه أنا شلون لازم أتصرف أو شلون لازم أحكي لأنه أنا برجع بقول هي عبارة عن آلية أنا ما عم بعرف أستخدمه أو الدماغ ما عم يساعدني على استخدامه فبصير هون الخلل تبعي أنا بجي مين يساعدني على أني أجاوز مشكلة الدماغ تبعي أو أجاوز القدرة تبعي تمام اليوم يمكن الطفل اللي عنده أبراكسيا بتلاقي إنه ممكن يؤثر عليه على تحصيله الدراسي اليوم بالمدرسة أحيانا ممكن كمان نشوف تنمر بالمدرسة إن كان من الأساتد الموجودين أو حتى من رفقاته يمكن بسبب طريقة كلامه والأحرف اللي ممكن يرفزها خلينا نوضح هون أدامهم ننتبه لهذا الطفل نحن أكيد تشكر وزارة التربية على التنويهات اللي عم تاخدى بهي المراحل إنه نحن صرنا وقت من ندخل الطفل على المدرسة يصير فيه قوائم اختبار للطفل يعني عم نختبر الكلام عنده الطفل اللي عنده تشوه بالكلام وعنده اضطرابات بالكلام عم نحاول نلحقه ببرنامج إيلاجي بعدين منقول نحن لازم ندخله على المدرسة حتى يتلقى العلاج ولكن بس يصير فيه تنمر من الطفل هون أنت طفل عم يرجع لعندك على البيت عم يقول لك ماما عم يقول لي كذا هي إذا كان قادر على تلفوذ الكلمة لأنه أنا بس أقول أبركاسيا برجع بقول لك أنه أنا ممكن ما يكون عندي قدرة على النطق بشكل سليم وصحيح ممكن ما قدر وصل لك الآلية لأنه أنا أنا ما عم بقدر استخدم عضلات النطق بشكل صحيح أو باستخدم آلية الشفتين بشكل صحيح بتلفوذ الكلمة فهون أكيد وقت بشوف المدرسة عم تتنمر أو الطفل عم يتنمر صارت عندي حالة مأساوية للطفل أنه أنا ما عم تبدي يكفي مدرسة ما عم تبدي يروح للمدرسة موجودة هالحالة كيف تم التعامل معه؟ هلأ هون بتحاولي أول شي ترفعي سوية الدعم النفسي عند الطفل تحاولي تدعميه نفسياً قبل ما تبلشي برنامج علاجي لأنه أي تلقي علاجي بهذه المرحلة هو يعتبر زائل أو يعتبر غير متقدم رح يبقى الطفل بمكانه ولكن وقت تبلشي تمارسي عليه نموذج الدعم النفسي تحسسيه بوجوده و بكيانه أنه أنا ممكن أتعرض لهذا الشي ونحنا كأختصاصيين كتير متعرض لبعض الأمور مننا أحيانا نتأتقى ببعض الكلمات لأنه نحنا كتير منصادف هذه الأشياء فبتلاقي أحيانا بيصير عمنا تكرار أنه أنت عمت مارسي العلاج على فئة عالية من الأشخاص وكبيرة فأكيد بعم تتلقي منهم فيعني ممكن أقول له أنه أنا ممكن أكون عم بتعرض لهذا الشيء متلاك ممكن هيئ البيئة التناوبية تبع تكرار الكلمة بذات المعنى تبعه لفرجي أنه أنا قادر اتلفظ الكلمة متلاك ولكن عم بقدر بطلعها بشكل صحيح فهون أنا عم بيعطي لها للعلاجية تبع الدعم النفسي بالبداية فيما بعد بيتلقى الجلسات العلاجية بيصوب مريح بالنسبة له وبيعطيني أكيد تلقي عالية خلينا نرجع لنقطة مهمة يا خنساء وقت إنا أدائية بتكون أدائية ترفنا على أدائية والفكرية الأدائية كيف بتكون ممكن يصير عنده درر بالأطراف بس وهو عم ينطق بشكل صحيح وسليم بس أطرافه هي اللي تتأثر؟ هون بصير عندي خضر بالأطراف وعدم تحكم بالأطراف تبعي سواء كان السفلية أو الجزعية أو اليدوية وممكن يصير عندي عدم تحكم ببعض الكلمات ومع بكل الكلمات ولكن قد أقول لأدائي معناته أنا عم يشمل عندي الحركة وعم يشمل عندي حتى النطقي يعني اللفظ الكلامي فأنا هون عندي البرمجة الصوتية اللغوية غير سليمة وعندي كمان الأداء الحركي غير سليم وممكن نشوف أنه بند من البندين إذا كان لأدائي ممكن نشوف كلام ما في حركة أو في حركة ما في كلام وممكن بالأداء يكون فقط حركة ما دخل الكلام فيها تمام عندي استفسار اليوم يمكن ذكرنا كثير من الأسباب لحدوث هاي المشكلة أو هاي الحالة فينا نقول أنه المشكلة سببه نفسي يعني مثلا شخص تعرض بحياته لا اضطرابات نفسية لمشاكل لضغوطات أثرت عليه أثرت على نطقه على كلامه هل فينا نحب أنه السبب النفسي ممكن يكون يلعب لعبته بالعلاج ولكن بالأبركات وبالأسباب نشوف لأنه كثير أشخاص أحيان يفقدوا الكلام تمام هون بيكون حبسة كلامية حبسة حرفية خلينا نوضح الفرع بين الحبسة الكلامية الحبسة الكلامية هو عدم القدرة على تلفظ الكلمات والجمال بشكل سريع وتلقائي وتلقائي يعني اليوم إذا تسأليني كيفك ممكن أقول لك أنه ولكن أنت عم باكم يعني أنا ما عم بعرف ميز بين الكيفك والمرحبة والأهلين وشو عم تشرب بينما هون بالحبسة بيكون مو بس السبب بالدماغ متعلق لا بيكون عندي عامل نفسي أساسي وبالتأتقى برضو نفس الشيء العامل النفسي والعامل العصبي ولكن رحت للأبركات يعني عندي أطفال متلازمة أطفال توحد عندي ضربة رأس مثل ما حكينا أو نزيف بالدماغ عندي مشاكل بالجيني الجين الوراثي هون بيكون التلقي دائما تابع لشيء أما بالنسبة للحبسة والتأتقى وهي الأمور هي دائما في عامل نفسي كامل ظهر نتيجة خوف أو قلق أو رب مثل ما شفنا وقت قسمت الزلزال بس الزلزال صار عندي أعداد هائلة من الأطفال اللي عم تأتقى مو بس الطفل والكبير أنا لهيك سألتك ينصدم بأنه أنا فجأة كنت عم بحكي صح شو صر لي فبقتل بتروحي لتعالجي انت شوف بدك ترممي وضع نفسي تحت الأرض يعني ولا بدك ترممي حالة علاجية مع أشخاص بدك تعطي كيف تتناولي العلاج معهم أكيد اليوم أنا ما فيني أتناول العلاج مع طفل عمره ستة سنين نفس ما بتناوله مع الأربع سنين نفس ما بتناوله مع الستعاش يعني كل بندة علاجي من شخص لشخص يفرق وأكيد هون نحنا دائما منقول مراعاة الفروق الفردية بين الأشخاص خلينا بآخر دقيقة دقيقتين معنا نحكي عن المخاطر إذا ما تم المعاملة مع هاد مع هاي الحالة ما فينا نسميه مراد فينا نسميه مراد طبعا فينا نسميه مراد مراد مع هاد مراد وفي حال ما تم الأهل جاهلوا هاد المراد أو لأنه هو حالة غير مفهومة يعني ما التعامل صح أو ما عالجوا الطفل أو الشخص يلي عنده مصاب شو هي المخاطر يلي ممكن تصير هلأ الفواقم اللي بسير بهاي الحالات بأنه أنا ما عدت رح أعرف إطلقى الكلام بشكل سليم وصحيح ما رح كون طفل سليم مثلي مثل غيري بالأداء بسمعوا بفهم؟ طبعا أنا ممكن أسمع وافهم بس أنا صعب كتير أني أحكي فبصير أنا هون رح أعم أو عم نمذج الطفل على مبدأ أنت بتحكي وبتسمع بس للأسف ما قدرت تتصرف باللغة فروح لجانب أنه أنا استخدم لغة الإشارة أو استخدم أنه أنا بدل ما أحكي معك أو اتناول الكلام أشر لك واكتفي بالإشارة فهون أنا عم أزيل جانب يعني يعتبر تكريم للإنسان الله عطاه أنه جانب النطق واللغة تكريم الله عطانا يعني نحن نمطق ونحكي مثل ما عطانا تكريم بالعقل فأنا عم أزيل جانب كتير مهم بحياة الشخص مقابل أنه يستخدم الإشارة أكيد يعني بالختام الاختصاصية التربوية خنصاء البدوي بنا نشكرك كتير على كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها نتمنى أكيد الوعي من الأهالي حول هذا الموضوع لأنه دائماً منقول أنه العلاج المبكر لأي حالة أو أي مشكلة هو الحل المناسب كرمال ما يأثر لمستقبل الطفل وشخصيته وشكراً إليك ولو وجودك شكراً لألكم أكيد أكيد نحن نتمنى السلام لجميع والجميع الأطفال شكراً لألك خنصاء البدوي وشكراً لكل النصائح وشكراً لوجودك عن جدو وأنا شخصياً كتير استفدت من المعلومات اللي قدمتها وحبيت الفقرة كتير شكراً لألك ومفاحدتك